لا تنسى بشكل مدرتي لماذا ترى هذا المقرأ من الوجه؟ تبريما لماذا ترى هذا المقرأ من الوجه؟ يجب أن تتعطي الملكي تبريما في نفس الوقت الذي ستعطى تبييض من أول استعمال من أول استعمال من أروع المسكة توجد ثلاث مكونات ثلاث مكونات أكثر يجب أن يجعوك بالماركة تشعلي من أول استعمال هدية لكم في هذه العواشر أنا بيضئية ولكن سأعطني إشراقة الخطيرة يا البنات سأعطني الوجه يتصفى و يزيد بياضي سأعطني الوجه يتصفى سأتفاجئ من الوجه سأتفاجئ من الوجه يتصفى سلام الغاليات على قلبية كباركم لابس عليكم كانت إن شاء الله تكونوا بخمرين وعلى خير لك تشوف الفيديو دليل أول مرة دليل اخسيك واحد لايك 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 بكل بسمة لكينا تحتمل فيديو دي ربحاليك واشترك دبا في القناة باش تنضمي إن شاء الله العائلة دينا وفعلي دا ترجم باش أي فيديو إن شاء الله حطيته في القناة يوصلك انتين لولا بإذن الله مبرك عوش لكم البنات بصحة والسلام وبطولة العمر وبصحة والرزق وحفظ لكم والديكم وولداتكم ومعز عليكم إن شاء الله اليوم إن شاء الله يا لبنات تحت الطلب ديالكم غادي نشارك معكم ماسك ماسك وتبريمة في نفس الوقت يا لبنات بثلاث مكونات بثلاث مكونات ديالبنات الشعب اللي غادي رجعوك يا أختي باللارة كتشالي هاد الماسك اللي عبارة عن ماسك وتبريمة هادية لكم يا أحلى وأغلى متتبعات اللي خاصة اللي ماكيجيبوش معهم نهائيا الماسكات النتيجة ماكيجيبوش معهم نتيجة نهائيا وخاكت بقندوم عليها ماكيجيبوش معها النتيجة بهذا الماسك أختي غادي تجربي وغادي تجي عندي لي كومنتاغ وغادي تدعي معي دعيوة ديال الخير وأنا متأكدة لأنه ما شاء الله فاش غا تتبقي لوجه ديالك وغادي تغزين وجه ديالك في المرايا غادي تفاجئين ذاك البيض ما شاء الله اللي غا تلقي في الوجه ديالك وانتو معارفين يا ربنات الحمد لله اي ماسك نشاركه معكم الحمد لله وشكروا لله الماسكات والوصفات ديالي الحمد لله تحت التجارب وتحت شهادة ديال البنات كاملين اللي كيجربوه كيشكروا اي ماسك يجربوه من عندي شكرا لكم البنات اللي كتكتبوا شهادة حق في كومنتاغ لها لا يخطيكم عليها او كيتواصلوا معي شكرا لكم بزاف 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 وكتسهلوا كل خير وكتسهلوا المصدقية ودائما غدي مقنقولها لكم خليكم معي احتلالخير فيديو باشوفوا ان شاء الله مكونات زائد طريقة تطبيق لانها جد مهمة نبدو على بركة الله ونبدو كلامنا بصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الي واصحابي اجمعين اول مكونا ان شاء الله غدي نحتاجه في الماسك ديالنا هو الزعفرال الحر ما شاء الله هو من اتمن توابل في العالم ما شاء الله مضاد قوي للاكسادة فيه الفيتامين سي فيتامين ا فيتامين بي المعادين بوتاسيوم الى اخرين كيحرب تجاعد كيفتح له البشرة كيعزز اشراقة البشرة كيرتب البشرة كيعالج البقع والندبات شد البشرة علاج حب شباب كيخلي البشرة ما شاء الله هرتطبة كيفتح اللون ديالها وكيخفف من علامات الشيخوخة المبكرة ما شاء الله وبزاف ديال الفوائد الكثيرة ناخد تقريبا واحد العشرة ديال الزعفران تقريبا غدي نزيد عليها معي القاة ديال الماء الورد وغدي نخليهم واحد خمسة دقائق غير بيمطلق معي الوين ديال الزعفران وطلع قاعد فوائد ديالها من بعد غدي نزيد ان شاء الله سفار بيضة بالنسبة للبشرة ديالهم جافة ومختلطة الناس للبشرة ديالهم دهنية بيض بيض من الجبل المثلت ولكن الجبل مربع لا يدلل حساسية لتشي حاجة من الاحسس دعوه جبل مربع من بعد البنات باش ينجح معكم ان شاء الله هذا الماسك خلطوا لهذا الماسك مزيان مزيان يدوب معكم ذاك الجبل ما يبقى شبان نهائيا وخليكم معي يا البنات حتى الاخر للفيديو باش نعطيكم ان شاء الله طريقة الاستعمال دي الماسك وطريقة الاحتفاظ به والطريقة اللي جد 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 مضبوطة هادا التحمر في البنات اللي غد اتعطيكم النتيجة من اول استعمال خليكم معي حتى الاخر للفيديو عندما تشاهدونها هو الماسك مزيان ما شاء الله شوفوا يا البنات بالتالت مكونات كيفما قلت لكم يا البنات اللي لم تجربي هذا الماسك هذا هو انتي اللي خاسرة والله البنات اللي خاسرة راح ساهل وبسيط ولكن البنات النتيجة ديالله كتحمر لوجه كتحمر لك الوجه ما شاء الله كما تشوفوا هذا هو الماسك دينا ماشاء الله كما قلت لكم ضروري البنات باش ينجح معكم إن شاء الله هذا الماسك هذا خصكم بطريقة الخلط خصكم يدوب وليا الفرماج يدوب ما يبقاش نهائيا حص الفرماج كيدور لينا في الماسك باش ينجح معكم إن شاء الله الماسك أول حاجة إن شاء الله قبل ما نطبقوا هذا الماسك خصك سمسحي لوجه ديالك نمتافقين البنات على هذا الشي نتحل وجه ديالك بشي ماء الورد ولا ماء الخيار ولا ماء النوس ولا ماء الروس ماء الروس بعدها دائما خصي يكون عندك في الكلازة راح خطير يا البنات خاصة البنات اللي عندهم هالات أو ماء الخيار خوض يختغي ماء الخيار وطبقي على عوينات تكمل للليل هاتش يا البنات زرى دائما تقول لكم في أي فيديو خصي يكون عندكم دائما وأبدا في الكلازة إذا ربنات خلطوا مجرد كيفما كاتشو سوف ننحيب هذا البانس وهذا نحن 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 نح هكذا. تبقى اللي غا تكون خفيفة بزاف بزاف. وغا تركزو على اي بلاسة عندكو فيها سواد او تسبوات او تجاعيد يا البنات راه ما شاء الله كتجب بدل وجه بوحط طريقة رهيبة رهيبة. حال هكذا. تاخدو من الماسك تبقى اللي غا تكون خفيفة بزاف بزاف بزاف. حال هكذا. ناخدعو تاني. طب طب احنا جباه ديالي. بص اللي حفيت فيها بزاف. نعاود نطب طب فيها بالبونزة ديالي. صحيح. نشوف على خطر خطره. وغا تنوريكم ان شاء الله طريقة كيفاش غا تنفيدو هالي ماسك تبقى لرقيقة بزاف بزاف ما كتبانش اصلا مش ديرها في وجهك وليلا تبقى لرقيقة بها الطريقة وغادي نخليه حتى ينشف على خاطر خاطره وغادي نتلقاه ان شاء الله باش نوريكم كيفاش غادي نحيدوا هاد الماسك ها وانتم البنات كيفما تشوفوا وما شاء الله كيفما قلت لكم التجايد مغيبقاش حسهم كي يدور عندك في وجه ديالك زائد تبيض وتفتيح وإزالة السود وإزالة تسبغات ماشاء الله بغياء يا بنات غادي نشوف معكم بغياء بغياء فرم شتعيني نشوف معكم فاش كتقيسي بحلقة تلقاي كل شي نشوف ما كيبقاش كيتلصق نهائيا يا بنات منسبة لطريقة ان شاء الله وعدي نخدمو بهذا الحركات هادي كيفما تشوفوا هانتم البنات ستاهل البنات البريم ديالك شوفوا ما شاء الله احرح كل شي بجرة وحدة كل شي كتبجرة رهد الماسكي غد يعطيك السر في وجه ديالك وكل شي غد يتوفوه قدام عينيكم بجرة وحدة بحال هاك بحال هكا تبقي غايدة من هنا وكتلعي حال هكا وكتلعي حتى كتكملي الماسكي شوفوا البنات ماشاء الله اشتركوا الويل اللي كيفراج يا البنات ماشاء الله شوفوا سافي وقد سبقى بها بتطريقة احتا تحيدي المص كامل من وجه ديالك ونتي كتبرمي غير بشوية غير بشوية غير بشوية حال عاكا حال عاكا شوفوا ما شاء الله يا البنات شغادي نقول لكم البنات الى ما اجربتاش اكتير انت اللي خاسة شوفوا ما شاء الله الوية اللي كيتصفى يا البنات كيتصفى أنا بيضئية ولكن راح كيعتني واحد الاشراقة اللي خطيرة يا البنات راح الوجه ديالي كيتصفى كيزيد بياد يعطني ذاك البياد اللي فوق بياد ما شاء الله هانتمل بحال هكارة ساهل مع جرة كل شي كتجريه هانت كل شي كتجريه يا اختي كل شي كتجر ما شاء الله صافي بها الطريقة حتى نكمل الوجه ديالي بحال هكارة تحت لعين غدي مشي منا هنا ونطلع الفوق وغادي ندير بحال هكارة صافي بحال هكارة شوفوا يا البنات الوجه كيتصفى شوفوا ما شاء الله يا البنات الوجه كيتصفى ما شاء الله صافي بحال هكارة شوفوا ما شاء الله البياد يا البنات اللي كيعتكم من اول سامة شوفوا يا بنات ما شاء الله هانتم كل شي قدام عينكم شوفوا الوجه كيتصفى يختيو كيتصفى ما شاء الله يا البنات الوجه كيتصفى ما شاء الله يا البنات ستزيل وجه ديالك ستفاجئ من الوجه ديالك ستفاجئين ذاك البياد ما شاء الله اللي ستلقي في البشرة ديالكم كل شي قدام عينيكم يا البنات وبالنسبة لي البشرة دياله محساسة يا البنات من الاحسن انكم لما تبرموه بهذه الطريقة بحركة غير تبقي المسك لوجه ديالك وخليه يحتاجين شفاقتي على خاطر 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 ومسحي وجه ديالك وغسليه غير غسليه في زجيه بالماء وبقدري ليه بحالها كارب شوية بشوية تحاول انك تدخلي المسك لبشرة ديالك وصافين بعد غسليه من بعد ان شاء الله سنتزيل دابل مرحلة ديال ترطيب لي جيد 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 مهيما بعد كل تبريمة وبعد كل ماسك لنا vilified جيد 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 جود الصور لبان Mackinocci Station سوف نضبقه في الوجه سوف نضبقه في الوجه اي زيت لديكم اعطيكم فكرة لأنه اغلبية البنات لا يعرفون انواع الزيوت فأنا كلها في المصر نشارك معكم زيت من الزيوت ونعطيكم الفوائد سوف نضبقه في حلاكة لبنات غنيه عن تعريف انتو مي بنات اي زيت لديكم كيف نقول لكم غير زيت الزيتون لديك زيت الزيتون في الليل وفي الصباح اغسلي الوجه اي زيت البنات سوف تطبقوا البشرة لديكم في الليل لا تطبقوه في نهار و تخرجي الشمس مقبلين عنه في الصيف الشميسة تكون حارة لا تخرجي الشمس تطبق أي زيت او كريم سوف تطبقه في البشرة ثم تطبقى الوجه من نسبة لطريقة المسك ان شاء الله المدة الاستعمال جالولي بنات تلتة يام متتالية تلتة يام متتالية سوف يتطبقي هذا المسك نهار الأول ونهار الثاني ونهار الثالث تلتة يام متتالية نهار تابع نهار وأجيو تفكريني وأجيو تفكريني وأجي عندي هنا لكم ودخ وقولي لي الرأي ديالك فهذا ما شاء الله يا ابنت هجي لكم من القلب لأنكم تستهلوا غاليات على القلب ديالي وصلنا لآخر مرحلة ما كان سخش بكم اللي بغت توصل معي مرحبا والف ألف مرحبا بيها دخلوا عندي الاسستغرام ديالي مرحبا بيكم ألف مرحبا بيكم ثم نشاركي يومياتي غد نشارك معكم إن شاء الله غد نبقوا نديروا لي لايف باش تقربوا مني إن شاء الله زائد الصفحة الرئيسية ديال فيسبوك مرحبا بيكم والف ألف مرحبا بيكم وغادي نقول لكم يا البنات نتلك يسولوا لجليبات فهما مزانين متففرين فأنا جلبة إن شاء الله طول العام مشي في العواصر يعني جلبة كينا كينا مرحبا بيكم والف مرحبا بيكم وفاش غد نجيب إن شاء الله فاش غد نديروا إن شاء الله موضي لجديدة فأنا عاود نشارك معكم فيديو بإذن الله إذن البنات المسخة بكم وغادي نقول لكم إن شاء الله في الفيديو الجاي اشتركوا في القناة